أوروبا تسجل أعلى معدل في استهلاك المخدرات غير الشرعية هذا ما جاء في التقرير السنوي للمرصد الأوروبي للمخدرات وتعاطيها ويقول التقرير أن تجارة المخدرات أصبحت أكثر مرونة وديناميكية ويشير إلى أن القنب والكوكايين هما المادتان الأكثر استهلاكا في أوروبا عام 2012 لكن ما يثير القلق هو ظهور مواد مخدرة جديدة وقد تم اكتشاف عام 2012 73 مادة من بينها 19 مادة كيميائية ما تزال غامضة بالنسبة للخبراء ويقول التقرير أن هذه المواد المخدرة الكيميائية صنعت في الهند والصين وتباع بأسعار زهيدة منافسة لسعر الكوكايين ومتوفرة على الأنترنت لوران لانييل من المرصد الأوروبي للمخدرات في ليشبونا تحدث لأيرونيوز الأنواع المتعددة من المخدرات الكيميائية التي تعرض للمستهلكين وجدت رواجا أكبر من المخدرات المناشطة ويؤدي تعاطيها لمشاكل عدة ضارة بالصحة والوضع الاجتماعي والعائلي تماما كما هو الأمر بالنسبة لمتعاطي الهيروين وسجل التقرير وفاة 6500 شخص عام 2011 نتيجة الإفراط في الجرعة ويقول مراسلنا في ليشبونا أن تجارة وتعاطي المخدرات قضيتان يمكن التعاطي معهما بطرق مختلفة لكن المسألة الأساسية هي الصحة العامة الخبراء يجمعون أنه من الناحية الاقتصادية الخطر الأساسي هو في خفض الحكومات الأوروبية لإنفاقها في مجال الوقاية الصحية والتكامل الاجتماعي تياغو براغا ماركس لشبوة ايرونيوز